ولكن إذا بدنا نحلل الأمور هناك يعني من نقل من زوار المملكة العربية السعودية مؤخرا بعض الزوار يمكن لم يعلنوا ذلك في العلن أو في الإعلام ولكن قالوه سرا في بعض مجالسهم السرية أن المملكة العربية السعودية تضع خطا أحمر حول انتخاب فرنجي لرئاسة الجمهورية في لبنان فكيف سيفسر لدى السعوديين دعوة الرئيس الحريري لسليمان الفرنجي إلى العشاء في منزله في بيت الوسط ألا تعتبر هذه رسالة للسعوديين أو أولا أنا لا أعرف إذا كان هناك خط أحمر أو فيتو السعودي على أي اسم ماروني في لبنان وأتصور بأن حتى إذا كانت المملكة العربية السعودية لا ترغب وصول سليمان فرنجي إلى سدة رئاسة الجمهورية إنما لديها من الكياسة الدبلوماسية حتى لا تضع خطوط حمر حول اسم ماروني هي تدرك بأن هذا الاسم المسيحي الوحيد الرئيس الوحيد في العالم العربي والعالم الإسلامي وهي حريصة جدا على عدم الدخول في أي عملية استضامة مع هذا الفريق حتى لو لم ترغب بانتخاب اسلامي فرنجي أنا لا أعتقد بأنها تضع خطا أحمر حول اسم اسلامي فرنجي السؤال التاني الشق التاني من السؤال سيقول الرئيس الحريري بسهولة بأنه استقبله من باب اللقاء الاجتماعي وبأنهم تكلموا بالسياسة ولكن لا موقف سياسي للرئيس الحريري سجل من بعد استقباله اسلامي فرنجي وحتى اليوم عندما تكلم في بيت الوسط اقتصرت كلمته على كلمة وجدانية كل شي بوقته حلو قال كل شي بوقته حلو كل شي بوقته حلو كل شي بوقته حلو كيف فهمت كل شي بوقته حلو هذا صحيح يعني مثل لبناني قديم نعم ولكن انت كيف فهمت دكتور كلمة سعد الحريري كل شي بوقته حلو كل واحد فهمه على زوءه انت كيف فهمت بعد ما في جهوزية للعودة إلى لبنان هو كل شي بوقته حلو باللبناني يعني قبل الوقت يعني هذا بكير وبعد الوقت لقيس الوقت يجب أن يكون بالوقت بالوقت المناسب هذا الوقت المناسب أعتقد بأنه لم يأتي بعد ولم يحل بعد الوقت هل هناك من دور لحزب الله في عودة الحريري إلى العمل السياسي؟ يعني هناك اندفاع اليوم نراها من الأجواء التي تحيط بحزب الله لاستقبال الحريري وتصويره بأنه زعيم سني نحن في 14 أذار وقبل حتى في قرنة شهوان نرى بالرئيس الحريري زعيما وطنيا وكلما أصبح زعيما سنيا يعني فقط السنة ولا يعني كل اللبنانيين نحن نريده أن يعود إلى المساحة الوطنية المشتركة وأن يكون زعيما لجميع اللبنانيين ولمصالح جميع اللبنانيين وعابرا لكل الطواف أعتقد بأنه قاموا بجهد استثنائي لتصويره بأنه زعيم سني وهو ارتضى بأن يصور نفسه بهذه الحلة وبهذه الصورة ووجود سليمان فرنجي يوسف فينيانوس علي حسن خليل قبل على تليفزيون الجديد حتى ألاعون يعني كل الجو الذي هو جو يتعامل بارتياح مع حزب الله يرحب بالرئيس الحريري وكأنه المنقذ وكأنه القادر على إخراج البلد من هذه الأزمة الرئيس الحريري بالنسبة لي وبالنسبة لغريبية اللبنانيين شخصية محترمة جدا وشخصية نعتبرها بأنها قادرة على لعب دور وطني كبير تصغير دوره إلى الدور السني فقط هو ضرب فعالية الرئيس الحريري طيب برأيك يعني لماذا وفد من القوات اللبنانية زار بيت الوسط ولم يزره سمير جعجع شخصيا يعني اليوم العلاقة هي علاقة كانت أكثر من ممتازة بين الشخصين بين الحريري وجعجع اليوم لماذا يرسل جعجع وفدا للقاء الحريري ولا يذهب بشخصه هل برأيك أن الحريري يرفض لقاء جعجع اليوم لنفس الموضوع اللي حكيت عنه من شوي لا أكيد لا أكيد لا يعني أنا أعتقد بأن القوات حريصة أن لا يتم انتقادها باليوم التاني بأنها وصل شخصيا بحجم الرئيس رفيق سعد الحريري وكانت على علاقة ممتازة معه ولا تزال وبأنها لم تزره أما انتقال الدكتور جعجع من معراب إلى بيروت فهذا شيء يعني يخضع إلى ظروف أمنية لا أعرف إذا كانت يعني متوفرة حتى ينتقل الدكتور جعجع وهذا لا يعني بأن ربما لن يكون هناك اتصالا هاتفيا بين الشخصين بين الرجلين أنت والدكتور جعجع كيف الأوضاع معكم هالأيام؟ على المستوى الشخصي ممتازي على المستوى السياسي من أمنيحة وبرأيك دكتور جعجع من الأشخاص اللي بفرقوا بين الشخصي والسياسي؟ ايه يعني أنا بعرف أنه يعني علاقتي معه يعني علاقة طويلة جدا منذ العام 1989 عندما أنا كنت طبيبا في جبال في خضم الحرب القائمة بين الجيش والقوات اللبنانية واستمرت هذه العلاقة مع السيدة زوجته حين كان في المعتقل واستمرت في كورونات شهوان ومن بعدها في البريستول وفي 14 أدار حتى انتخاب الرئيس ميشيل عون وبالتالي أنا أعتقد بأننا على المستوى الشخصي ولأنني أنا كنت صديقا وكان صديقا لي لا أسمح لنفسي أن أقول أي كلمة تقلل من قيمة هذه الصداقة حتى لو اختلفنا بالسياسة أما بالسياسة أنا أعتقد بأن القوات اللبنانية تحتحم المسؤولية بقدر ما حجمها كبير يعني بقدر ما هي تمثل شريحة من اللبنانيين بقدر ما هي مسؤولة عن التوصل إلى حلول وحتى هذه اللحظة لا أرى بأن هناك فعلا حركة أو مبادرة سياسية قادرة على إخراج البلد من هذا المأزق واللوم هي بأن على قدر أهل العزم تأتي العزائم ولم أرى بأن هذه القدرة كانت جاهزة دكتور سعيد لوران تليفونك هلأ أطلع على الطرف الآخر الرئيس سعد الحريري بده يحكي معك شو بتقوله؟ أكيد بحكي معه إذا قال لي بدي يشوفك ساعتها أنا بروح لعنده بس أنا لن أطلب موعد إذا حكيك بتروح لعنده طبعا إذا اتصل أكيد إذا اتصل بي الرئيس سعد الحريري وهو لن يفعل أنا على كامل وقال لي أريد أن أتكلم معك أو أن أصارحك أو أن نكشف أوراقنا أو أن نستعيد مرحلة من مراحل النضال المشترك أنا على كامل الاستعداد ولكن أنا أعتقد بأن الرئيس الحريري استبدل يعني بدل ما أن يلوم من يجب أن يلومه والذي أوصله إلى ما وصلت إليه الأمور في العام 2017 استسهل لومي واستسهل إلقاء اللوم علي وأنا يعني أعتبر بأنها إهانة لي لأنه شيء من استوطاء الحيط هذا بيت القصيد ترجمة نانسي قنقر